إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم الفيديو اليوم عن مشكلة تأخر نمو النبات ويتأخر نمو النبات أو بطء نمو النبات ممكن يكون قلة مية أو قلة تغذية أو زي ما هنشوف دلوقتي معنا إن يكون التربة أصلا مش صالحة يعني في مشكلة في التربة هنشوف مع بعض إيه المشكلة وتتحلل زيه اللي خلانا نقول إن في مشكلة في التربة إن الفيكاس في منه عادي وفي منه قصير يعني مش كله زي بعضه فأكيد المكان الضعيف ده في مشكلة في التربة لإن المية كله بياخد زي بعضه التغذية كله بيتغذى زي بعضه فإبقى في مشكلة في التربة هنشوف مع بعض أول حاجة عملناها عشان نحل المشكلة دي خلعنا بعض الشجر من الفيكاس وإن نشوف التربة شكلها إيه اتفاجئنا إن التربة طين حوالي 30 سنتي وتحت 30 سنتي في صخر فطبعا الفيكاس ما يمشيش في الصخر فهنشوف مع بعض المسافة اللي فيها الطينة والمسافة اللي فيها الصخر هنا حضراتكم شلنا الشجر لقينا إن الصخر على بعد 33 سنتي يعني الطبق اللي فوق 33 سنتي وتحت 33 سنتي في صخر شوفوا حضراتكم حيبان بالسنتي 33 سنتي بس طين والباقي صخر عشان كده الفيكاس مش ماشي كمان جنب منه حمام سباحة فمعمول بالخرصان فمن ناحية فيها خرصانة والناحية التانية من تحت في صخر فما مشاش فالحل في الحالة دي إن احنا نكسر الصخر ده ونشيل طبقة يعني حوالي مثلا نوصلها المتر على الأقل بس طمع الحجال ده ما نفعش تجابوا حاجة اسمها هلتي وقعدوا يكسروا بالهلتي حتشوفوا قد إيه الصخر اللي طالع حتشوفوا كمية الصخر قد إيه اللي طلعت من المكان الصغير ده كل دي صخور طلعة من المكان الصغير يعني ده ما كان ديق خالص حتشوفوا قد إيه الصخور كمية كبيرة جدا فالحل إن احنا نشيل الصخور دي ونجيب طين ورمل وسماد ونحطهم ونخلطهم ببعض وبعدين نزرع الفيكس التاني فمهم جدا حضراتكم تجهيز الأرض قبل الزراعة إن كنا عايزين نعمل شغل مظبوط وفي النهاية نتمنى إن الفيديو نكون عجب حضراتكم إن كان الفيديو عجبكم يا ريت نشير الفيديو ونعمل لايك ونشترك في القناة لو إحنا مش مشتركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته